نيسا عنا رح نروح لموضوع كتير مهم هو موضوع ثقافة الشكوى عندك هاي العادة انه بتروحي مثلا اذا لقيت مخالفة معينة او اذا منقوب المجتمع حالة مو طبيعية بتروحي بتشتكي للجهات صراحة لا يمكن فعلا ما عنا هاي الثقافة بشكل عام ما ماربين علي يا نرمين يعني عنا ياها اذا منشوف موضوع سلبي يمكن منحكي بيناتنا مننشكي لبعض نحكي على الفيسبوك بس ما عنا هاي ثقافة الشكوى انه نروح ونشتكي للجهات المعنية ولكن هي موضوع فعلا مهم وموضوع كتير اساسي لحتى نقدر نرتقي يمكن بحياتنا بمجتمعنا لازم احنا نتعود على هاي الثقافة صحيح ميسان لازم نتعود ولازم نبلش نتعود على هاي الثقافة كتير منا بعاني من مشكلات معينة او بلاحظ ظواهر معينة معنى صحيحة بالمجتمع مع ثقافة الشكوى اديش موجودة اليوم هي بيئة المجتمع السوري اديش لازم نفعلها ويمكن كيف هي الطرق الصحيحة ميسان نحن نتعرف فعلا عن طرق الصحيحة لثقافة الشكوى واهميتها نيرمين مع السيدة نوها شويحنة مستشارة في ادارة الموارد البشرية يسعد صباحك نوها وأهلا وسهلا فيك سعد صباح كوني سعد صباح فريق الإخبارية والبلد والجيش والجميع يا رب والمشاهدين اهلا وسهلا فيك وصباح الخير بداية خلينا نحكي عن مفهوم ثقافة الشكوى اديش هو موجود برأيك بالمجتمع السوري او خلينا نتعرف عليه شو هو مفهوم ثقافة الشكوى هلا اكيد نحن مفهوم ثقافة الشكوى انه واحد اكيد عنده مشكلة حتى يشتكي تمام يعني هي مال الموضوع كتير صعب بس نحن قدي عم يكون الثقافة موجودة نرمي نحن للأسف بيصير اني اذا انا بدي اشتكي بحس اني انا بدي اعمل زنب هذا الزنب نتيجة اني والله انا عم بيأذي حدق عادة يعني اذا انا بدي اشتكي بمؤسسة على الشيء معنات انا ضريت الشخص المسؤول اذا انا ضريت اشتكيت على سيرفس معينة او خدمة معينة معناتها فيه تحليل لأه المفروض يكون واشتكي فنحن نوعا ما في عنا جانبين للشكوى الجانب الاول اني بتخافي ليقوم تأذي فبثقافتنا ما منحبها يعني والتاني هي اني انا بالنسبة للي اذا اشتكيت يا ترى قدي رح يكون طلبي مجاب ولما يكون طلبي مجاب وقدي دا تكون فيها شفافية الشكوى تبعتي رح يسمعوني ولا ما رح يسمعوني فالجانبين بحس الشخص لما عم يشتكي لشو لقدم الشكوى معناتها اذا ما لمجدية ما رح قدم الشكوى فما في ثقافة فما في داعي اشتكي تمام او اني بدي اقذي ممكن يكون اذا كان عنده خوف الازع ممكن ما ولكن هي المفهوم مو هيك والثالثة هي كمان كتير مهمة اني في كتير ناس بتخاف تنأذم من الشكوى يعني انا اشتكيت وقمت نقلب علي وممكن تصير يعني نحنا ببعض الاماكن ممكن تصير فبضل في عامل الخوف وعامل عدم اني انا الجرأة يعني عندك عامل الخوف من الشكوى والعامل الثاني اني انا اذا ما رح يكون فيه الى نتيجة للشكوى لشو لعزب حالي ليش فيه هاي النظرة الاستباقية انه ما رح يكون الى نتيجة للشكوى يعني فعلا حتى موجودة عندي يعني ما عم يحكي بس عن الناس اللي ياتنا عنا هاي النظرة الاستباقية انه اي اوكي اذا انا دقيت واشتكيت ان كان على حادث معين شفته ان كان على غلاء اسعار او غيره يا طرف فعلا رح يكون فيه استجابة كيف نقدر نحنا يعني نعمم هذا الموضوع والثقافة لاني نحنا اليوم ما بيجيكي يعني ابسط يعني اللي هي وسيلة بسيطة الايميل يعني نحنا لحد الان كيف طريقة الشكوى يا ترى نحنا وقت عم نقدم يعني بتلاقي انه فيه خطوات لتقديم الشكوى عنا مشكلة فيها ما فيه كمان شفافية مع اذا رح نحكي على مستوى المواطن ما فيه شفافية انه انت اليوم قدمت الشكوى ممكن اني والله بعدين ما بتعف فيه كيف يعني فهي الشكوى هدفة تحسين الخدمة يعني اليوم انا اليوم صدفت مرتين على فكرة انا من النوع اللي بقدم شكاوي ما عندي مشكلة بس بشوكاوي بنفس الوقت اللي بمكان تاني ممكن اتعرض لشيء ما بقدم شكوى ليه الخوف بس اني انا مبدأ لاني ممكن اني عندك الخوف لزالك قلت لك فيه ناس بتخاف لازم يكون فيه شفافية لازم يكون فيه صدق بالكلمة احيانا انتي بتحكي كلمتك لانك بتحكيه بكل صراحة الناس بتخاف بتقول ولي شو قوي احيانا ولي شو قادر ليش اذا قدمت شكوى يعني انا قادرة مثلا ليش عم بحكي كلمة الحق نحنا ما تعلمنا نحكي كلمة الحق تعلمنا بصراحة جامل النافق نقول للناس اني هذا كتير الوضع ممتاز لا الوضع مو هيك ابدا مو ضروري اني انا كمان في كتير شركات عالمية بيكون وضع كتير ممتاز ولاحظة مثلا شركات الطيران ارباحها جدا هائلة بس بتقلك خدمة الزبائن ليه قدم شكوى انا لما بدي روح على شركة اتصال او بنك او خدمة مواطن واقعد انتظر عشر ساعات وانا عندي وقت وعندي وقت محدد المفروض برمج حياتي عليها المفروض اني انا قدم شكوى اني اليوم فيه تنظيم ممكن هالتنظيم هادي حسن الخدمة فوين المشكلة اني اقول اني انا في عندي مدة انتظار كانت منيحة وانتوا وعدتوني كقطاع لنفترض خاص عم نحكي مع اني هلا كتير بالقطاع الحكومي صار موضوع تيكتينج والتنظيم صار افضل بكتير بالنسبة للمواطن بس مع ذلك انت فيه توقعات بتلاقيها بالخدمة اني لازم تكون افضل ودائما نشوف سندوق الشكاوى يعني بشكل عام بس ما حدا بيتطلع فيها اذا بدك هلا هي صندوق الشكاوى لازم تكون يعني هي كتير شفافية وبالفعل لازم اني الواحد يقدم ويحطه ويغض النظر عن الاسم انا هاي النقطة اني انا اليوم بدي حطه بس ما بدي حطه الاسم من حقي اني انا حط الشكوى تبعدتي ديما بقولولك حتى تاخدي نتائج بالشكاوى الحقيقية لازم بقولولها بلايند سيرفي يعني نحنا نسأل عن الموظف عن المؤذاء اليوم لما منعمل شيء بالشركات تقييم خدمة تقييم موظف فاحيانا فيه شيء بقولوله بلايند سيرفي يعني انتي استبيان اعمى ليه لاني انا اذا قلت اسمي ممكن اني حدا يزعل مني بدك تكون من شفافية بس نحنا كمان هاي سلاحزوا حدين للأسف اني فيه كتير ناس بتستغلها بشكل خاطئ الميزة هاي لذلك اللي راح يكون عام يعالج الشكاوى راح يفترض اني فيه شيء من الشكاوي صحيحة وفيه شكاوي غير صحيحة وإلى تصنيف للشكاوي فهون بيصير اني لما تعلني عنها بيصير اني بيتجرأوا لاني قدموا شكاوى لما ما يذكر اسمه لما ياخد فيدباك لما ياخد مرجع اني انا الشكاوى قدمتها وحد اتصل فيني حدا عبرني حدا اسأل عني يعني كتير حلو اني انا يجيني قلتلك ما ضروري يحكو تليفون ايميل يكون فيه سيستم اتمت تقدمت الشكاوى رجعت له اني والله شكوتك وصلت يعني هي هاي اني الشغلات بسيطة ممكن تكون بس بتاعني كتير كبيرة اني فيه حدا سمعك فاذا ما قدمت الشكاوى ما سمعك فما فينا تكون شكوى يعني خلال نكون احنا اقرب اذا نقول للواقع هلأ يمكن بيظل ارتفاع الاسعار يمكن الجهات المعنية عم تحرص انه بدنا نفعل ثقافة الشكوى هي فائدة للكل المواطن وحتى للجهات المعنية لنرصد المخالفات اللي عم تكون للأسف بحجم كتير كبير واكيد عم يكونوا ضعاف النفوذ عم يستغلوا هذا الموضوع خلاني احكي قديش مهم ننسى اللي قبل انه ناخد نرمي كل الافكار السلبية انه انا لا ما بديد لانه ما حد رح يرد علي خلينا نقول قديش كثر يمكن الشكاوى رح يعمل لردة فعال ونحكي يمكن عن الطرق اللي عم تفعلتها جهات المعنية قديش برايك هي فعال وقديش هي عم تحقق هذا اذا بدي قول رجع الصدق بين المواطن وبين الجهات المعنية انا رح احكي بكل شفافية يعني انا كمواطن بدي احكي انه اليوم انا لازل بدي قدم شكوى اول شي الوعي لرقم الشكوى ما كتير واضح يعني اليوم انا وين بدي اشتكي انا هلأ ليلي بيقول لك ما كتير عندي وعي يمكن انا شخص ما بشوف كتير تلفزيون للأسف فممكن بس اني اي ممكن اني اشتكي اللي مالا محطوطة باماكن او تجي رسائل للمواطن اني عالقل توصل رسالة بحقلك تشتكي على رقم الفلاني فما في وعي للرقم اللي رح يشتكي بلى هلأ من جديد في ارقام عم تتوزع باشاك العام للشكاوى نحن نحن نلاقي بي اي سوبرماركت تفرضى وزارة التجارة مثلا تفرضى عند اي سوبرماركت بكل شفافية وزارة التجارة تحط اني انت اليوم خدمة المستهلك هيك هذا الرقم نحن ما منشوفها باي مكان خدمة المستهلك هي موجودة وهي مفعلة بس ممكن تتفعل بالمحلات مثلا لتكون اقرب للمواطن تتفعل بشكل اكبر اصدق تماما يعني مكان تواجدة بدنا ندرسه اني تكون في وعي اول مرحلة وعي وين مكان الرقم اللي انا بدي اشتكي ثاني شي اكيد اكيد انا بقول اني هو نحن بتجي بده تقدمي الشكوى عفوان شو اسمك شو عنوانك شو مفصل هويتك طيب انا ما بدي اعطيها المعلومات هاي انا خليها القصة شفافية طيب اش ما بدي اعطيها اذا انا صاحب حق اذا انا صاحب حق بس انا بالنسبة لاني نحن عننا اعتبارات بثقافة بلدنا يعني في نحن عوامل ثقافية فينا ننكره اليوم ينرمي فيك انت تدقي تليفون وتشعري براحة بالشكوى هلا انا اذا صاحب اتحق انا اذا اتخلص من حالي صراحة اذا كان حالي انه انا ما بدي بيقولوله جارك اذا كان جارك بيقولوله جارك يعني انت منين بدك تشتري من قريبك صح بيوصل مين لقدم الشكوى مين اسمه بيوصل اني جارك اللي قدم الشكوى يعني اليوم نحن رسالتنا للمواطن ولمسؤول لحتى نقدر نحن هالثقافة ثقافة الشكوى نطبقها بالطريقة الصحيحة لازم نعيد صياغتها ولكن نفس الوقت لازم نفعلها ولازم يمكن يتجرق المواطن يعني معلي سيدة نوها من فترة عم نشوف حتى على الفيسبوك عم نشوف بشكل يومي انه فيه دبوطات عم تصير بكتير اماكن عم يتصرح عنها يعني هي شغلة كويسة هي شغلة ما بتشجع المواطن يعني دبوطات اماكن تشمعت وفيه تصريحات رسمية تماما هلا نحن طريقة هلا لا تنسي الفيسبوك ولا هاي الاماكن هاي عم يكون تقدري عندك الحرية تعملي فيك اكاونت اه صح صح بينما انت لما عم تدقي بشكل رسمي ما عندك فيك اكاونت ففيه كتير ناس بتدخل بالفيسبوك وبتصرح عن رأيها وانا بعرف ان هي بتعمل فيك اكاونت بتحط اسم وبتحط كل شي وانتي بتشوفيه اسم حقيقي بس مو هو الشخص الحقيقي يمكن في شغلة سلبية انه على الفيسبوك انه نحن عم تكون الشكوى يعني عشوائية قداش نحن لازم شكوتنا من شان نحن نرتاح نفسيا يعني الانسان على الجد بيضل طعبان اذا هو عنده فكرة اذا عنده مشكلة اذا عنده مشكلة واني انا حذر عنه طب اشتكي هيد هدف الشكوى شو يعني نحن قطعا نحكي عن خدمة المواطن اليوم لاني فيه استغلال معناتها في عندي انا مشكلة حقيقية عم يعاني من الانسان طيب معناتها هاي المشكلة هاي انا بدي اشعر اني انا قدمت الشكوى بمكانها الصح تمام للجهة الصح كمان على وسائل السوشال ميديا عم تستغل بطريقة خطأ يعني عم تستغل عم تستغل ممكن نحن تكون ضد البلاد وضد التيار وضد قصص كتير فنحن كمان يعني بس ما صارت على السوشال ميديا صار إلى تبعاتها يعني تبعاتها تماما هلأ نحن لو في صفحة رسمية بالفعل انه لكل وزير يوصلوا اني هاي صفحته الرسمية توصلوا الشكاوي ممكن يعمل فيك اكاونت المواطن لنفترض هي حريته ولا بدوا يحكي باسمه الحقيقي هي حريته بالنهاية بس نحن عم نحكي اني ممكن ليش الوزراء ما يكون عندهم صفحة رسمية لاستلام الشكاوي مرت فترة بذي وزارة التربية عملوها يمكن نقطة الامتحانات وكذا وبعض الحالات تعالجة طيب ليه نحن ما يكون هذا الخط موجود بالشكاوي بكل شفافية ممكن نحن ليه ما يكون نحن خدمة الزبائن او محل الاشتراك بس اني المحل الفلاني يتأكدوا بالنهاية انت فيه شكوى اكيد يعني خاصة لما نحكي عن غلق اسعار ما حدا له مصلحة نهائيا اني يدق يتبلق على محل اجمالا والمنافسة ما شاء الله يعني كلها ياتهم فما عنا مصلحة بهذا الموضوع فلذلك يمكن اني عدم بس ببعض بدنا نعرف وين الاسم ومعلومات الشخص لما يقدم الشكوى مهمة وليش بدي ااخدها انا لحتى ارجع له ممكن ااخد ايميله يعني ما ليه مضطرة ااخد برجع بقول ما ليه مضطرة ااخد تفاصيل ممكن له اعطيني ايميل وانتهت الموضوع تابع له الشكوى بالايميل بينما نحن بجهات تانية ممكن لازم يكون بالفعل عندي مفصل لتوابع المعلومات الشخصية للمتقدم للشكوى فنحن اليوم في جهتين المتقدم للشكوى قد بده بدنا نشجعه ويحس حاله مرتاح ويحس اذا ما حس انه فيه اتصال او متابعة حتى لو راحت الوزارة وعالجت موضوعه اذا ما اجاعت لي فون اني انا اليوم نحن تمت معالجة الشكوى تبعتك ومنتشكرك كثير ومنتمنى اني بعود هو بيحكي لاني بقولولك الكلمة بتنتشر بنطاق واسع جدا كبير لهذا الشيء يعني مهمة كثير موضوعة انه شكوى ونفعلها مثل ما منقول احنا المتضرر الاول من هذا الموضوع وما بدنا ننتقل من مرحلة الحكي على الفيسبوك لمرحلة الفعل يمكن كمان نداء اللي وجهتي حضرتك ونحنا اكيد منواجهه انه تفعيل طرق يمكن جديدة للتواصل مع المواطن طرق فعالة انه انا قدمت شكوى رجعه دقولي كثير هذا الموضوع مهم بنا نشكرك كثير نوها شوي احنا مستجارة في ادارة الموارد البشرية على كل المعلومات اللي قدمت لنا مرسي لكم ونتمنى انا بشجع المواطن ان يقدم شكوى لان الشكوى هي بالنهاية اصلاح ونحنا مدام عم النادي بالاصلاح فمنتمنى ان يارب يكون شكاويهم كمان يعني من طرف الآخر مستجابة تكون مستجابة واستمعوا الى شكرا كثير للك نوها وللمعلومات اللي قدمت لنا عن هذا الموضوع بلزا وايضا للطرح اللي طرحنا في الموضوع